محمد جمال بيقول لي بكاء الغلط بكاء ده من الرقة ومن الشعور بالظلم الشديد وانا لما بكيت لان فيه شخصية ظالمة سباحنا يا ربنا معلش هاقول بقى رأيي اكمل الكلامي بس ارد تلا فيه شخصية ظالمة قهرتنا على مدار السنوات وتصدنا لها والعالم كله كشف فسادها الدولة نفسها كشفت فسادها قهرنا وظلمنا مش بابكي عشان ان انا كذا لا ربنا يا ابني ما خليك تجرب الظلم اللي احنا شفناه والقهرى اللي احنا شفناه ولما ضربت مثلا بان احنا مضينا ما كانش قصد على الدولة المصرية انا قصد على شخص ظالم ومفتري سبا شخصيات محترمة انا بس عايز ارد بس على حاجة الاستاذ ابو المعاطي زكي سريع البكاء يعني ده المهندس امير بينا يمدحنا بكينا خلينا بس اكمل يعني امي مرة كنا جاعدين والاستاذ ابو المعاطي بكاء واحنا بنصلي على رسول الله راحة امي بتقول لي امي قالت ابو المعاطي طيب ودمئته حاضرة دي عندنا في الصعيد دمئته حاضرة الرجل اللي دمئته حاضرة مهما كانت قسوته وغلازته رقيق بس الرقة بتيجي ايه عندما تلامس مشاعره وتلامس عواطفه وتلامس قلبه لما تيجي تلامس قلبه بالصلاة على رسول الله وعملناها كثير لدرجة اننا واخونا ابراهيم عساس ابو عبدالله ربنا يدي له الصحقة كنا ساعات نقعد ويجي ضيوف ما يعرفهمش ابو المعاطي فنقول لهم ايه اول ما تشوف ابو المعاطي قول واحد لا تعطي بكاء اقسم بالله هذا عصل والله ييجي بس ناس غريبة ما يعرفاش ابو المعاطي يقعد كده ابو المعاطي يروح تلاقي الرجل الدكتور من الدكترة اصدقائنا او حد من اصدقاء الشيخ ابراهيم عساس ابو عبدالله ربنا يبريكله في عبدالله وفي عياله ويدي له الصحقة والعافية اتلاقي عملية يقول له يقول له نحظة بس كان عندي عندي بس خلاص رجع البس كده رجع البس كده شباب رجع البس كده لا لسه مرجعش عندي لسه مرجعش عندي بس واحد عشان اكملكم القصة دي لان هالقصة دي هتعجبكو قوي فتلاقينا ايه ما هو البس التمام عندي الاصدقاء ابو المعاطي بس متعطل عندي بس كده رجع فتلاقينا ايه يجي ايه نحكي قصص من القصص اما يسموها اهل الدين ولو انتم مقضلعين الرقائق في الدين الرقائق يعني عالف ايه يعني الرقائق يعني حاجات كده ترقى الهلوب زي ذكر الله والصلاة على رسول الله وبعض المواقف المبكية في التعامل مع بعض المواقف مع الفقراء ومع المحتاجين اللي قات في الاسر وقات في كتب الدين فاهم حاجة ما تنساش مسال امي اللي دمعته حضرة البرئي رؤية مهما كانت قسوته وتعامله مع الحياة بعنف فانت النهاردة هو راجل كل ما بييجي يتكلم عن مواقف تذكره بظلم وقع عليه واخد بالك انت كل ما تيجي انت تذكره بظلم وقع عليه تلاقيه ينهار منك لانه هو هذا الانهيار سببه ما تعرض له من ظلم في واحد يطلع تنهيده حزبي الله ونعم الوكيم وفي واحد ينهار منك ويبكي لكن في النهاية عندما تتذكر ما حدث لنا على مدار اربع سنين لا يبكي عيون ابا المعادي وانما اختم بكلمة يبكي الحجر بس بشرط بشرط ان الحجر يكون عنده احساس فاللي بينتقد بقاء حد عديم الاحساس دي نمرة واحد نمرة اتنين الموضوع ما بين قناة النهار وتدخل فيه مرتضى منصور ولغا بقوة غير محترمة وقتها وقصة الدنيا كلها عارفاها ليها دعوة بمصر ولا ليها دعوة بسياسة ولا ليها دعوة برئاسة ولا دعوة بوزارة رياضة ولا ليها دعوة باي حاجة ان تحور الامور على هواك فهذا مردود عليك فانا بس ايه حبيت انت للراجل حقه وقول يا جماعة بلاك نصطط في الماء العاكر ومش عايزين نرد على اي حد لا غلط فينا ولا فهمنا غلط الا لما نرجع بلدنا وبكل ادب واحترام ويكفينا هنا من قلب الدوحة نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي كل وقت مع كل حد من قبله وبنحكي عن اللي احنا شايفينه في مصر من تقوير وبنقول كل طوبة بتتبني فيك يا مصر بتأتي القصادها ظلم طحي وارهابي ومتقرف وشتام ولعان وسباب وقذر واي حد يتطاول على بلدنا سنظل نتطاول عليه الى ان نموت بص العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم شرف لي ان ادافع عن بلدي وغيرتك على بلدك تجعني اشد قوة بالغيرة على بلدي وفخري برئيسي وانجازاتي اللي انا بشوفها في مصر يجعني مرفوع الرأس في العالمين اتحدى اي انسان مهما كان ولكن لكل حدث حديث ولكل مقام المقال بس دينا جواب ولا تعلق تاني على الموضوع لا اقول على الحاجة تانية احد الشخصيات المتخلفة النهاردة بيقول انتو ليه موجودين ومش ليه موجودين وليه سفرت وما سفرتوش عاوز اوضح لكم حاجة بس لا تستطيع اي دولة وكان هذه الدولة من المشاركة في اي بطولة عالمية او دورة اولمبية طالما انها تأهلت الى هذا الامر وحضور المناسبات العالمية حق اصيل للاعلاميين احنا حولنا بكل الطرق ان احنا نجيب تأشير في ظل ظروف كورونا كانت المسألة صحب فتكرم علينا رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بدعوة شاملة كل حاجة لكن والله لا كانت دارة خاصة ولا ما احكى في مصر ما احكمل بس كلام يعني احكى تسيب الاسر ولا حاجة بالشكل ده هنا انا حتى بعد حلقة المجلس ما ردتش غير على اتنين اعلاميين كبار وبكل ادب وبكل اعتزاز وفخر بمصريته ووطنيتي وماكنتي وبكل اعتزاز برئيسي وجيشي وشرطيتي وكل مؤسسات الدولة المصرية ماشي لدرجة ده انا قلت اللي عاوزي يقلبها سياسا هنتكلم على الهوى ماشي وفي لفس الوقت قلت جملة جميلة جدا ماشي انه بعد المصالحة ما فيش عتاب ليه لو لم اتخذ مواقف بلدي فأنا خائن ولو لم يتخذ اي مواطن لأي دولة مواقف بلده فهو خائن ايضا لكن اما وانه انتهت الخلافات فتطوى صفحة الخلافات مبارخ الأميرة عبدالعزيز وزير الرياضة السعودي جي هنا الحساسيات اللي كانت رئيس الاتحاد السعود القدم احمد عيد والجديد الوزير والرياضة بقى كمان قبل الوزير بيومين مهدوا الأجواب فلما تبقى في خلافات ومشاكل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم احمد مداهد هنا وقابل سعادة الشيخ الكبت المحمود الخطيب هنا ماذا اقول المسؤولين رسميين الاهلي هنا وضلعين من مطار القاهرة يحول يحول ضايرين من مطار المصرية يحول من مطار القاهرة وبعلم الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية واللي ختم لنا الجوازات مطار القاهرة الدولي وكل اسماءنا موجودة وكل حاجة اقسم بالله يا ابو محمد اقسم بالله انا ساعت لاني احنا نيجي قلص ده بالمعاطي لكن اقسم بالله ان تكون مصالحة وعقير من مطار القاهرة ما كنت جي واول مرة اقولي الكلام ده وخلينا نفتح الملف ده في مصر اربو خلاص مش بس عوز اكمل كلامي في الجزئة دي وخلاص في ثانية في ثانية فالفكرة بتاع قولتي انتو ايه اللي موديكو ايه اللي جايبكو من بعض الافقينة والمنافقين والمطبراتية والحزانة ان احنا بس اللي بنختار للدعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم ماشي نظرا لمكانتنا وتأثيرنا واللي ضل واضح ان احنا متواجدين في كل بيت وعلى كل جهاز موبايل في جميع انحاء العالم من الاخوة العرب في نقل ما يدور في البطولة والمصابات وجودنا هنا انتو لا تتخيلوا قد ايه عامل سعادة للجالية المصرية اللي موجودة هنا قد ايه عامل سعادة وشعور بالدفء والمشاعر ونقل ما يدور احنا هنا بنلقى كل ترحيب واحترام وتقدير من الاخوة القطريين والمواطنين القطريين والمسؤولين القطريين معنى ان حد بقى يعدلك لو كذا ولو كذا ولو كذا على الاهلوية وانتبعكم برايفات من هناك دمتم في امان الله السلام عليكم والسلام عليكم